كم يعطل الساعة الترجي على اليسار والأهلي على اليمين في أقوى اختبار هذا اليوم بين هؤلاء الكبار الترجي من تونس والأهلي من مصر إذن مشاهدين متابعين قمة نارية أفريقية في ألوان عربية في نسب نيائي في مربع الغاب بعد عديد الأتعاف والتعاف الترجي من أجل العودة إلى الدور النيائي اللي غاب عليه عشر سنين منذ ألفين وقلوب السنوب والأهلي المصري خمس دعوة على سنة وذات الراجل والتدقى الرجيم عبدالعفادين وبداية بدون عملية جاس نبض بين الفريقين مباراة كبيرة منتظرة مباراة رهيبة مثيرة بين العملاقين وكما يقال دائما إذن تقاعم لكان ينسى ما سبق الدرجي عملاق الكورة الدونسية والأهلي عملاق الكورة المصرية بأثواب إفريقية عربية نتمنى هذه الأمسة الكوروية تكون بأعلى روح رياضية ركنية للتراجل دقيقة أولى والتراجل في وضعية هجومية تقدم ثنائي محور الدفاع محمد بن منصور وواليد الهشري يبقى خليل شمام كان يبيرو فتكت على الدفاع والكورة توينة في القاعمة الأول والتراجل يدي تونسي بالتحدي منذ الدقيقة الأولى يسجل الهدف الأول بداية تونسية نارية والنار في ملعب النار في ملعب رادس التراجل يحدث الفارق منذ الدقيقة الأولى مباراة مجنونة منذ دقيقة الأولى مسعورة بلغة الفن النبيل بلغة ألوان الكورة هدف لصفر للتراجل بداية ولا في الأحلام بداية ولا في الأحلام للكورة التونسية الأهل المصري منذ البداية لم يفهم معنى الرواية معنى الحكاية هدف لصفر للتراجل منذ الدقيقة الأولى الحاكم الغالي لمطة في حوار مباشر مع ناعبي الأهل بقيادة حسيم غالي كابتن النادي الأهل الكورة في وسط الميدان والتراجل في أقوى ليهن يحقق الرسمي في هذا الامتحان بواقع الأخدام 1-0 للتراجل أشواء شماهيرية رهيبة جدا جدا في المرأة برونان بي برادس قيقتين لعب والتراجل يفتتح التسجيل الأهل من أجل رد الاعتبار والتراجل من أجل التأكيد هدف للصفر هي ورقة الوصول إلى الدور النهائي مريد 10 سبتمبر 1974 36 عام التراجل عنده كورة التماس ويحاول التغطية ولكن الدفاع حسيم غالي يخسر الحوار وكورة مرتدة والتزداد والتزداد من مجديد راوي كورة سلوخية عابرة للقرات من النعب اللي يتمكن من الفوز بكاس ربيد أبطال إفريقيا 2007 مع النجم الرياضي الساحلي ضد نفس المنافس الأهلي المصري كورة رائعة جدا من مجديد راوي مرت بردا وسلاما للحارس الشريفة كرامي وأريسون أفول الغاني بأناقة تتلذم يد تذكرة للجيريا المصرية المقيمة في تونس مع 200 تذكرة للجماهير المرجي والحارس الأول للمنتخب التونسي حاليا مردود كذلك ممتاز فيه التوغو ترجع الكورة من حسيم غالي محمد بركات قبل وأريسون أفول وأشمر التراجر والتراجر اللي وسع كورة غدارة خطيرة رهيبة من التراجر والهدف الثاني هدف كل الأماني ضاع على التراجر ياضي تونسي التراجر لما يتحرك التراجر هو الرسام بلغة العقدام وكما لقبه في الفيفا في الاتحاد الدولي لكورة القدم بكاسو الكورة التونسية يرسم بيريشا النوحات الفنية فوق الميادين العربية والإفريقية هذا هو السليح القوي للتراجر في هذا الموسم المتميز يسمى التراجر قد يكون أفضل نعب إفريقي محلي في كأس ربيد الأبطال الإفريقية هذا الموسم والشيء من معتاوه لا يستغرب دفاع وعي الجمعة لكن محمد ناشي جده بعيدة له هذه الكورة تعود لمحمد بن منصور اللي في الأصل هو مدافع عيسر لكن فوزي البنزارتي ومير الكنزاري حاولوه لقلب دفاع صبر خليبة والورقة صفراء ورقة صفراء وضحة أمامنا للشريف عبد الفضيل ورقة صفراء للمدافع الأيمن للنادي الأهلي شريف عبد الفضيل لا نريد وشاهدنا الكرام هذه اللقاتات مرفوضة جملة وتفصيلا من الناعبين لأنه روح العلاقات أكبر بين البلدين من هذه التشاوزة الفردية والحكام الغاني لمحمد بركات قد يلعب الورقة الحمراء يضع اليد من الخلف والوراء ويبتو أنها ستحمر يبتو أنها ستحمر بصراحة لا نريدها حمراء في هذه الليلة الفيضاء 1-0 للتراجي الكرة ماشية منيح هناك روح رياضية لكن لا نريد هذه التشاوزات مرفوضة مرفوضة من جانب الفريقين الحكام الغاني يطلب حضور كابتن النادي العالي حسيم غالي وكذلك كابتن التراجي لا نريد لا نفهم لذلك حسيم البدري يفكر أكيد كثير في هذه المواجهة يعرف صعوبة الريان يعرف قوة الامتحان في هذا المايدان مايدان رادس ضد التراجي الرياضي التونسي صبر خليفة حسيم غالي والبقية والحكمة الغانية قاضي المبارات السيد لامتي علي أن يعرف كيف يهدأ الخواطر بدون أذرار على جميع المستوائد الورقة السفراء ما زالت عند اليد اليسرع لا 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 والحمراء هل مشاهدنا الكلام حسيم عشور بالورقة الحمراء في سيناريو الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين النادي الأهلي وحسيم البدري بقوة التعدي للتراجي إذن محمد بركات يغادر الميدان بيواقع الورقة الحمراء مثل ما قلنا وأكدنا بعد تدخل مجاني كان غنيا عنه محمد بركات هذه البداية للريوعية بين الشريف عبد الفضيل والصابر خليفة ثم سيأتي محمد بركات ويضرب على دولة وأمامنا اللقطة حقيقة معبرى يعتدي على خالد القرب وبالتالي ليست هذه أخلاقك يا محمد يا بركات أنت نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري وأبرز لاعبي الجيل الثابي للكولة المصرية والعربية ما كان هكذا تدار الأمور يا محمد يا بركات الذين كن لك كل التقدير والاحترام لكنك تخرج الآن من الباب الصغير أمامه واع الجمعة قوة بدنية رهيبة للتباب البشرية الناجرية وأحمد السايد في التغطية التفاعية يذقل كثيرا الانرامو على التفاع الأهلاوي مجدي تراوي مجدي هل يأتي بمجد التراجي لكن في وسط الميدان متابعة مع خالد القرب وليت اليجري اليجري علمين أريسون أفول بنسخة كربونية تراجي أفول والمساكني يمر التراجي عملية خضوات أوه لكن التسلل التسلل الراية سبقتها المهارة كورة الراية عاملة المايسترو التراجي لما يتحرك التراجي مخيف مرعب مظهر مظهر نعب التراجي بإمكانياته الفنية بالاختلاقاته الهجومية نعب كبير نعب كبير نسحة الهجومية للسيد معه ترجع الكورة الياريسون أفول البحث عن إن رامو هفو من أحمد السيد والتراجي يمر التراجي عمامو الثلاغيبين والرسام يراوغ وإن رامو يساعدت كورة نيجيرية ترجع والحارس إكرامي بامتياز يخرج الكورة الحالة الحكم الغاني نمت يقراره بالصافرة قبل تحدي نيجيري الكورة ترجع مصرية مدرجات ملعب راد استهتس لكل هجمة تراجية تاريخ شريف إكرامي لمحمد أبو تريكا ثلاثي التراجي في السيطرة على الكورة دقيقة ونصف في الوقت بدل الزايع ودائما الكورة للتراجي مجدي تراوي متابعة من يوسف المساكني الغاني اليوم أريسونا فول من أفضل اللاعبين والتراجي بدق تيان نموذجي التراجي بالتراجي والتزديد من خارج القرب لكن كورة خارج الميدان فنيات شيء كبير للتراجي الدراجي هو الأعصار في هذه الدار التوني السيعة لم تهو رقب السيعة وليد الهيشري بقوة الفضاء بقوة الهواء يتفوق على محمد ناشي شيتو العالمي شريف عبد الفضيل هل يفعلها بوتريكا عبد الفضيل والكورة وين نوارا يرتقب ينتظر انتظار رهيب مخيف جيدر الدراجي بستة لاعبين وليد الهيشري أولهم وآخرهم القربي يبدو أنه بوتريكا لكن شريف عبد الفضيل كذلك عنده قوة التزديد لحظات عصيبة على دفاع التونسي بوتريكا يسدد بجنوب الحارس نوارا تزديد من المايستر ومحمد أبوتريكا لكن مرت بسلام على دفاع التراجي تانى الانتظار وفي النهاية جاء الانفراج من جنوب التراجي وجمهوره بتزديد أرضية للنجم محمد أبوتريكا اللي كان معاه في هذا الحوار محمد فضل إلى جنوب عريسان عفل وكورة سريعة كورة اختيرة والد الهشري بمتياز ترويذ مثالي نموذج لوالد الهشري انرامو وكورة لمجد تراوي واستمات أهلوية كبيرة وتبقى الكورة للتراجي والحاكم لم تأتي مخالفة لخاند القرب المتالبة بالهدوء من جنوب الفريقين ليست هناك أي تواعي للتوتر ربع ساعة لعب منذ بداية شوت الثاني دائما الترجي محافظ على النتيجة بأهاتف لصفر هاتف انرامو بلمس داخل الشباك الاهلوية واحد سفر روح التحدي موجودة عند العملاقين المقال فال حاكم الغاني لم تأتي يعطيها للصالح النادي الاهلي اكيد لابد ان نتعلم من الكرة الاوروبية عدم النقاش مع الحكام في كل لقطة كروية هذا مرفوض طبعا مهما كانت الاسنيب حسين اشور في هذا الحوار الاخير مع خالد القربي مهما كانت الضرب القاضية بعد منظومة جماعية تنجية من اعلى دراس اكيد الشوارع الان اصبحت مقبولة في خالد القربي اقل من عشر ثواني لنهاية المباراة والتنجي في حوار هجومي حاليا خالد العياري ومعها شريف عبد الفضيل الوقت البديل انتهى مشاهدين ومتابعين والحكم الغالي يراقب الوقت يرفل التدخل ونقاش خالد القربي جماعير تونس من انتظار الانفراج والكورة هواعية لكن بعيدة جماعير الترجي قريبة من الانجاز الترجي والترجي بالتحدي الترجي في اكبر المواعيد سيكون حديد من حديد في دور نهائي مرتقب مع التب يعني ثناء المجموعة الاولى هو في النهائي النقاش متواصل بين حسيم عاشور والحكم الغالي اللمط اذا نتابع مشاهدين اكيد اما هذه النقاشات لمشالة منها نريد ان تنتهي المباراة بكامل الروح الرياضية حسيم عاشور متوتر نوعا ما اللا يأتي لكن المباراة تنتهي وتبقى في النهاية روح التأخي والروح الرياضية فوق كل اثبار بين كورة المصرية والتونسية التراجي بكورة اين رامو والحكم بعد بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات يعود للدور النيائي لكاس رابط افريقيا من الباب الكبير بعد اقصائي للأهل القدير فيما معا كبيرة شماهير التراجي حذرت بكل قوة الكورة التونسية تسترجع الهيبة القرية عبر التراجي شيخ الاندية التونسية اكيد سيبقى الامل مفتوح دائما للتراجي كممثل عربي بالدور النيائي امام تيفي مازمبي الكونغولي هذه الصور الاخيرة من المنع برولانبي بيراتس نتمنى مباراة تنتهي بكل الروح الرياضية لان الاخوة المصرية التونسية فوق كل اعتبار كل تحية للاعبي الاهلي لجمهور النادي الاهلي الذي كان بكل الروح الرياضية في هذه المباراة وكذلك ماليون مبروك للتراجي لمسؤولي للاعبي لكل الشعب التونسي بأذر الانتساء لم يبقى لي مشاهدين الكرام الا ان تتقبلوا تحيات محادثكم في هذه المباراة اجمل التحيات والى اللقاء في المواعد الكبرى للكورة الافريقية بعد الفاسة لمشاهديننا نعود لحفيظ الدراجي في الاستوديو التحليلي اليك الكلمة بعد الفاسة الزميني حفيظ اشتركوا في القناة